الجانب الإسرائيلي اليوم يركز بشكل كبير على موضوع اليونفل يعني اليونفل وغوتيريش وبن يمين التانية هو يقول لغوتيريش اسحب اليونفل طب ما تريد إسرائيل من سحب قوات اليونفل؟ هي تريد التلال هناك عشر تلال يسيطر عليها ولكن هي مراكز لليونفل الجيش الإسرائيلي يريد هذه التلال لأنها تلال عالية ومشرفة وخطرة ولذلك تم توجيء الرسالة الواضح لغوتيريش وذلك لوجوب إزالة كل هذه المواقع وبالتالي إزالة قوات اليونفل القوة الصاروخية لحزب الله في الهواء هي مهمة ولكن الضربات التي يريد الجيش الإسرائيلي توجيهها في البر وبالتالي التقدم أكثر من الاثنين كيلومتر أو ثلاثة كيلومتر عدم سيطرة إسرائيل على هذه التلال العشرة وهي متوزعة من النقورة لغاية البقع إذا لم يتم السيطرة على هذه التلال من الناحية العسكرية هذا سوف يضع الجيش الإسرائيلي الأليات العسكرية الإسرائيلية في مأزق كيف عرفنا ذلك؟ جزء من هذه التلال أصلا كانت عبارة عن مصيدة للدبابات الإسرائيلية في عام 2006 وبالتالي الهدف العسكري من سحب قوات اليونفل أو إبعاد قوات اليونفل ليس فقط الحفاظ على أرواحهم وهذا مهم بالجانب الإسرائيل لأنه لك التبعات الدولية ونتنياهو أعذر وقال اسحبوا القوات إذا لم تسحبوها وكان هناك قتلى من اليونفل أنا لا أتحمل المسؤولي وهذا نتنياهو عموما برر نفسه في هذه المسألة ولكن الجيش الإسرائيلي يريد التلال العشرة والآن الذي نشهده بأنه لا يوجد هناك أي تغيير منذ أكثر من عشرة أيام لا يوجد هناك تغيير عسكري إسرائيلي واضح في المسألة باستفناء الدخول مجموعة من الأليات العسكرية الإسرائيلية إلى منطقة القطاع الغربي ولكن يبقى الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات محدودة ومركزة محدودة في الجغرافيا ومركزة في القوة النارية ولكنه لا يتقدم ويبدو بأنه لا يريد أن يتقدم إلا بعد أن يسيطر على هذه التلال أشكرك شكرا جزيلا لك أحمد البدير المرأس للغاق كنت معنا محفظ